السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم كامل معايا اليوم راح نديرو كما راكم تشوفو كعيكات بجوز الهند وشوكولة البيضاء روعة روعة وبنا يعني ما شاء الله تفضلوا نشوفوا المقادين هاد الوصفة هي وصفة يعني سهلة سلة التحضير اول حاجة عنه هنا كما راكم تشوفو تاخدو اي معيار هكذا كاس كبير ولا كاس صغير ولا حاجة من زبدة تكون طارية في نفس الكوبة عبرت هذه المكوينة كاميرا كنتظروا فيهم هنا بديت بكاس ونصف من النشا وهنا سكري قليل على صدرت كاس مع الفانيليا وهنا نصف كاس من جوز الهند المطحون عند زوج حبات بيت كاملين وهنا مغرفة صغيرة من الخاملة الكيميائية ونحتاج تلك الفارينة هنا اللي سننمو بها هذه العجينة نبدأ اولا كما اقتلكم نحط كمية زبدة هنا تقريبا نقدر نعطيكم تقريبا هكذا عندي واحدة المائتين غرام من زبدة طارية سنضربها طبعا مع السكر النعم والفانيليا نعدكم الباتر وتقدروا بالباتر واللي عندها البيتخان نضرب اولا زبدة مع السكر النعم وهو السكر والأخت اللي تحب تجرب هذه الوصفة يعني كم سافة اللي تخوفوا كامل يتحب تتوسع كلش بالفنجات عفوا مشي فنجات كاس تعلاتي هذا الصغير او متوسط تعبر به هنا بعد ما اخلط منح بالفوة الزبدة حتى كده بالسكر و Trash نضيف هناك المايزينة تقلط لكم كاس ونص ناخذ نخلطوا مليح بالفوة من بعد نبدأ نضيف البيت حبة بحبة سوف نضربها مليح نضربها مليح ندخلها مليح في الخالط احتكي توليمة بنش كامل نضيف الحبات الثانية من بعد نضيف جوز الهند للنوات كوكو والمغرفة الصغيرة على الخميلة الكيميائية خميلة الحلوى نضيف الحبات الثانية من بعد نبدأ نلمون الحبات كما ركضون سوف نضيف الفاريناء غير بالعقل هنا لا نستطيع أن أخذتكم ونقوم بإجينا سنقوم بإجينا نقوم بإجينا في هذه النوع من أنواع الحلوى نطرحوا غير بالعقل حتى تتحصلوا على هذه القاوم يجب عليكم نوعا ما يتلاسق في العنان يجب عليكم خفيفة وطرية كثيرا سوف نجعلها ترتاح لمدة 15 دقيقة ثم سوف تحكموا هنا وجدت سنوة تاعي وهذه الابراطة تاعكي بعد ارتاحها 15 دقيقة حكمت راحها انا هنا نوزن سوف أعطيكم كل ما أحبه من الأحسن توزنه وهضرنا على قضية الميزة نجد كل بيت تحب المطبخ وتحب الطيب و هذه الحلويات خاصة الحلويات يجب عليها ميزة هنا تبدأ وزنوا 30 غرم للوحدة في العبر سوف يجب عليكم سوى سوى كما راكم تشوفوا سوف نقوم بها الكائكعات نبدأ نشكلهم والفن لا تشعلوا من ضك حتى يتم وصلوا في اخر سنة وتعمروها تبقى لكم غير كما نقول نحن غنجة واحدة كما تبدأوا تشعلوا فرن تشعلوها على 180 دراجة من فوق و من تحت اخواتي لديهم فوق تحت فوق و من تحت بالفنتيلاتور في الوسط كان واحد الاخت اللي استقصتني على الفرن هذا اللي فيه الفنتيلاتور كيفش طيب الكاكويني طيب فهمتها في التعليقات بسحبه اذن الله في القناة الاولى قناة الطبخة والوصفات سوف نقوم بك فيديوهات على الجلة الفرن على الجلة هنا اخذي 15 دقيقة 1-20 دقيقة يجي خفيف بزاف هنا عندي شوكولة بلون شوكولة البيضاء اذا شوكولة البيضاء هنا عندي جوز الهند و سنبدأ نشكله الحبات هنا تقريبا نعطي لكم وقلات 33 حبة كما رأيكم هذا هو الشكل النهائي لحباتنا كمية سوف نقوم بك ثم نقوم بك ثم نقوم بك 33 حبة كما رأيكم هذا هو الشكل النهائي كمية سوف نقوم بك ثلاجة ونقوم بك ونقوم بك على الشبك يبردون عادي سوف نرى كامل هذه الحلوة كيف كميتها وقسمت لكم حبة كيف ترى ثم سوف نقوم بك والشكل لهم هايل وشو نقول لكم أخواتين نتمنى لكم تجربوها وكي تجربوها لا تجعلوا لي عفوين تعليقات قولكم من المنتقى إن شاء الله طالوا في روحكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا